بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الكون لم يخلقه عبث لأنه سبحانه وتعالى حكيم والحكم من الإحكام وهي وضع الشيء في مواضعها الحكيم هو الذي يكون قوله وفعله وجميع تصرفاته في مواضعها إذا فيه غير موضع لا يكون حكيما مثلا من باب المثل هذا مثل جدا بسيط وسهل الإنسان حينما يخرج من داره يلبس ملابس خاصة إذا هو في داره يلبس ملابس أخرى إذا فد واحد في مجلس عام رسمي خرج بملابس المنزل هذا تصرف ليس تصرفا حكيما لأنه لم يضع الشيء في موضعه المناسب الله سبحانه وتعالى حكيم فكل فعل من أفعاله في موضعه وحسب الحكمة وفي ذلك الإحكام قيل لأحد الحكماء لنفرض وفرض المحال ليس بمحال لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت فرض المحال لكن فرض المحال ليس بمحال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد قيل له لنفرض محالا أنك كنت مكان الله سبحانه وتعالى أو الله سبحانه وتعالى لنفرض فرضا محالا فوض إليك أمور هذا الكون ماذا تفعل؟ قال لا أغير من هذا الكون بمقدار قيد شعرة لأن كل شيء هو حسب الحكمة كل شيء في مكانه ما كن شيء خطأ أو يمكن أن يكون أفضل منه حتى أنا أجي أغير كل شيء بأحسن طريقة هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير حتى الآن علماء الغرب الملحدين منهم لأنهم قسميا القسم الأكبر يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى وقسم منهم ملحدون لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى لكن ذؤل في أي تخصص هم في في باطنهم يعتقدون بأن كل شيء حسب الحكمة لذا إذا وصلوا إلى ظاهرة كونية أو ظاهرة في جسد الإنسان أو في الأرض أو في السماء يبحثون عن علة هو ملحد لكن يعلم أن هذا الشيء في موقعه وصحيح في علماء مثلا تشريح يوصلون إلى وظائف في جسم الإنسان أو الأعضاء ما يدرون شنو هذه الوظيفة أو هذا العضو شنو دورة في جسم الإنسان لكن يجون يبحثون عن الفائدة ليش؟ لأنه يعتقد أن هذا مو بدون سبب مو قوترة في القرن الماضي أو قبل الماضي علماء التشريح توصلوا إلى نتيجة أن هناك الزائدة الدودية هذه لا فائدة فيها لذلك سموها الزائدة أصلاً اسمها الزائدة لأن هكذا تصوروا لكن الطب عندما تطور وعلم التشريح تطور ووظائف الأعضاء تطورت اكتشفوا أن هذا بفائدة بس الاسم بقى الزائدة لكن تبين خطأهم في ذلك فالله سبحانه وتعالى حكيم وكل فعله بحكمة وأصل الخلق بحكمة والتصرف في هذا الكون بحكمة وتقديراته بحكمة وأن جعل الإنسان مختاراً هذا هم بحكمة فإحنا في مجال اختيارنا لأنه إحنا مو في كل شيء مختارين لا جبرة ولا تفويض وإنما أمر بين الأمرين أنا اخترت أصل وجودي كان بختياري لا إحنا مو بختيارنا إجينا إلى هذه الدنيا إحنا بختيارنا يحكمنا قوانين الكون لا بعض حركة أعضاءنا بختيارنا أنا أحرك إيدي بختياري لكن حركة قلبي بختياري لا أقدر أوقفه ما أقدر الآن واحد يقتل نفسه فكثير من الأمور المرتبطة به خلق الإنسان وبأفعاله هذا مو بختياره لكن قسم من الأفعال بختيار الإنسان يعني واحد يصلي لو ما يصلي هذا بختياره يفعل الحرام أو ما يفعل الحرام هذا بختياره ولو أنه هذا باختياره كثير من المقدمات أيضا ليست باختياره لكن الفعل إذا كانت إحدى مقدماته اختيارية يكونوا اختياريا يعني مثلا إذا واحد إجه جالس في مكان شتفه وسحبه سحب إلى مثلا مكان معين إلى باب الحضرة عند باب الحضرة أطلقوا سراحة فحينما أطلقوا سراحة دخل في الحرم هل دخوله في الحرم باختياره نعم باختياره مع أنه عندما سحبوا من هذا المكان إلى باب الحضرة ما كان باختياره لكن مقدمة واحدة إذا كانت باختياره يكون الفعل اختياريا الخطوة الأخيرة كانت باختياره فلذا دخول الحرم كان باختياره إذا واحد فرضوا عليه فرض ألجأوه كتفوه وسحبوه إلى المسجد وهو مراضي وصل إلى المسجد أطلقوا سراحة صلى في المسجد صلاته باختياره أو ليس باختياره كان يقدر يصلي كان ما يقدر لا يصلي الصلاة باختياره مع أن أكثر المقدمات لم تكن باختياره إحنا وجودنا مو باختيارنا قدرتنا مو باختيارنا أنا الآن قادر على أن أصلي هذه القدرة باختياري لا أنا عندي اختيار نفس الاختيار الله جعلني مختارا هذا ما كان باختياري لكن أن أقوم أتوضأ وأصلي هذا باختياري فلذا صلاتي صارت باختياري إذن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل كل الأمور في مواضعها ومن الحكمة أن يكون الإنسان مختارا زين في هامش الاختيار حتى يكون مختار لازم يقدر بالعمل وبترك العمل يقدر بأن يفعل الصحيح وأن يفعل غير الصحيح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إذا يصير في مجتمعنا أو في الكون خلل هذا ليس بفعل الله لأن الله حكيم والحكيم لا خلل في فعله هذا بسبب أفعالنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس إذا صار خلل ليس من فعل الله وإنما من فعل الإنسان وإذا هذا الخلل صار واحد لازم لا يعتبر الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أو يريح نفسه عن المسؤولية يقول هكذا قضاء الله وقدره الله عند قضاء وقدر هذا مسلم ومن أنكر القضاء والقدر فهو كافر أصلا لأنه أنكر القرآن الكريم لكن القضاء والقدر ليس بمعنى الجابر القضاء يعني الحكم القدر يعني الحجم إذا واحد ألقى بنفسه من شاهق هذا يسقط على الأرض لولا يسقط على الأرض لماذا؟ لأن الله عنده حكم حكم تكويني هو الجاذبية فهذه الجاذبية تجذب هذا شنو؟ هذا قضاء الله يعني حكم الله لأن القضاء في اللغة بمعنى الحكم هذا الحكم قد يكون حكما تكوينيا وقد يكون حكما تشريعيا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه يعني شنو؟ يعني حكم بس حكم تشريعي يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني شنو؟ يعني حكم تكويني فإذا هذا اللي سقط من فوق هل بقضاء الله سقط؟ نعم لأن الجاذبية هي حكم الله التكويني زيان ليش يتكسر؟ إيده تتكسر رجله يتكسر لأن حاجم ومقدار جسم الإنسان أنه يتحمل الضربة بمقدار معين إذا الضربة شوية زادت يصير فيه تكسر هذا قدر يعني مقدار يعني حاجم إذا أنت الذب حديدة من فوق ما يصير بيها شيء لماذا؟ لأن الحديد صلب لكن إذا الذب عظام من فوق العظام يتكسر ليش؟ لأنه قدرة العظام على التحمل محدودة إلى مقدار خاص إذا زاد عن ذلك المقدار يتكسر هذا قدر الله لكن هذا القضاء والقدر هل جبر هذا الإنسان أن يلقي بنفسه من شاهق؟ لو بسوء اختياره ألقى بنفسه من شاهق بسوء اختياره ألقى بنفسه من شاهق هذا الشعر المعروف للتونسي الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر هذا كلام صحيح لأنه إذا واحد راح إلى الحرب بدون عتاد ينهزم لما ينهزم نعم هل الهزيمة قدر له؟ نعم والذي يذهب إلى القتال مع عتاد كافي ينجح في المعركة لماذا؟ لأنه النجاح قدر له الله سبحانه وتعالى قضاء أنه لا يتدخل بالمعاجز في كل صغيرة وكبيرة المعاجز استثناء المعجزة لإثبات صدق النبي وأحياناً لغرض أهم لكن في كل قضية تكون معجزة لا في غزوة بادر الله أرسل الملائكة لأن المسلمين لو في غزوة بادر كانوا ينهزمون الإسلام كان ينتهي والله كان يريد استمرار الإسلام لذلك أرسل الملائكة فنصروا المسلمين أما في غزوة أحد لماذا المسلمون انهزموا؟ لو الله كان يرسل لهم ما كانوا ينهزمون الملائكة لماذا لم يرسل الملائكة؟ لأنه الهزيمة في يوم أحد ما كانت تساوي زوال الإسلام لذلك الله سبحانه وتعالى ما أرسل قال عملوا حسب الأسلوب المتعارف ما عملتوا حسب الأسلوب المتعارف عصيتم الرسول صلى الله عليه وآله كما في سورة آل عمران لأنه في الجولة الأولى كان النصر للمسلمين لكن عصوا الرسول الله سبحانه وتعالى ما أرسل الملائكة فلذلك انهزموا في تلك المعركة وقتل من المسلمين من قتل؟ حتى في يوم كربلاء الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة لنصرة الإمام الحسين الملائكة الذين أرسلهم في يوم بدر في الروايات المختلفة الكثيرة أربعة آلاف ملك أرسلهم الله سبحانه وتعالى لنصرة الإمام الحسين في يوم عاشراء زين الإمام الحسين ليش ما قبل نصرهم؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى صحيح أرسل الملائكة تكريماً للإمام الحسين وكرامة له لكن الإمام الحسين يدري أنه هذا اليوم مو يوم معجزة هذا اليوم ليس بيوم معجزة صحيح الله أرسل الملائكة وجعل الملائكة باختيار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والإمام لو كان يختار أن ينصروا كانوا ينصروا وكان يبيدون الأعداء لكن الإمام الحسين أيضاً حكيم أنت يمكن تكرم واحد لكن هو حكيم يمكن ما يقبل إكرامك يدري أنه أنت تكرمه أنت عندك فلوس في القاسة عندك عزيز واحد تطيل المفتاح تقول لك كل ما في هذه القاسة باختيارك هو إذا شال كل ما في هذه القاسة عمله حرام؟ لا أنت أبحت له بس يسويها؟ لا ليش ما يسويها؟ لأنه أنت تكرمه صحيح إلى صلاحية أن يستفيد من كل ما في القاسة لكن هم هو حكيم يدري أن هذا العمل ليس صحيحاً الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله أكرمه وكان يتمكن أن يستفيد من هذا النصر الإلهي العاجل ولو أن الله سبحانه وتعالى هو ناصر الإمام الحسين لكن النصر العاجل المقصود لكن الإمام الحسين أيضاً حكيم يعلم بأن هذا تكريم له لذا ما قبل أن الملائكة ينصرونه فإذن الله سبحانه وتعالى إلى قدر لكن هذا لا ينفي اختيارنا ولا ينفي مسؤوليتنا إحنا أي وقت نفشل نقول زين قضاء الله وقدره زين إحنا ما عندنا مسؤولية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يعني الله عند قضاء وقدر بأن يغير لكن بشرط أن إحنا نغير إحنا ما غيرنا بأنفسنا فيستمر وكذلك في عكسه إذا نعمة موجودة الله سبحانه وتعالى يستمر في هذه النعمة لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذن إحنا إذا نشوف مصائب نشوف مشاكل نشوف أمور لا نرغب إليها هذا أنه نذب على عهدة الله سبحانه وتعالى ونقول الله أراد هكذا لنا كلا الله سبحانه وتعالى أراد لنا الإيمان أراد لنا العمل الصالح لكن ليست إرادة جابر لأن الله إذا أراد إرادة جابر إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن وفيكون هذه إرادة حتم لكن بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يريد إرادة ليس بحتم هذا ما يعبرون عنه بالإرادة التكوينية والإرادة التشريعية الله يريد أن الناس يصلون بس يريد يصلون باختيارهم لا أنه بالجابر يصلون الله يريد لنا الخير ولكن بشارط أن نهيئ مقدمات ذلك الخير زيان إحنا الآن دائما في مصائب دائما في مشاكل زيان قسم من الناس يؤدون ما عليهم لكن إذا واحد اثنين عشر عشرين مية ألف ألفين أدوا ما عليهم هذا ما رح يغير المعادلة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اللي يغير المعادلة أن يكون هناك حالة عامة أما إذا الحالة العامة الإبتعاد عن أوامر الله سبحانه وتعالى هسا كانوا واحدهم يكونون زينين حتى لو يكون إمام يكون نبي يكون معصوم ما تتغير المعادلة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إمام معصوم أمير المؤمنين إمام معصوم يعني كل أعماله وخطواته وقراراته وأقواله صح مية بالمية ما بها خطأ لكن إذا أغلب الناس هؤلاء لا يطيعون ويعصون ما تحصل النتيجة في معركة صفين حسب ما يروي ابن أبو الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة كاد جيش الإمام أمير المؤمنين أن ينتصر كاد يعني إنما هي ساعة كما قال مالك بن الأشتر مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه بحيث أن الجيش جيش أمير المؤمنين بقيادة مالك الأشتر وصل إلى قرب فسطات معاوية يعني مقر القيادة العامة بحيث أن معاوية ركب فرسة ووضع رجله في الركاب حتى ينهزم يعني خلاص لحظات أخيرة إنما هي ساعة لكن إذا واحد مقابله سبعين ألف طبيعي يقتل فسا إمام معصوم قراره صحيح لكن عندما أغلب الناس ليسوا بالمستوى المطلوب ما أطاعوا الله ما أطاعوا الرسول ما أطاعوا الإمام الهزيب النصر يتوقف وبعدي ينفرضوا على الإمام أن يكون الحكم منهم أبو موسى الأشعري الإمام كان يريد يكون الحكم من طرف أهل العراق عبد الله بن عباس لأن عبد الله بن عباس كان داهية فكان يقدر يقابل عمر بن العاص ذاك داهية هذا داهية ما ينخدع منه لكن فرضوا على الإمام أمير المؤمنين يعين أبو موسى الأشعري وبعديا عندما أبو موسى الأشعري ينخدع في القضية المعروفة في قضية الحكمين زيان نفس ذول اللي فرضوا على الإمام هذا الأمر إجاوا وقالوا وإنت كفرت إحنا كفرنا وإنت كفرت لأننا قبلنا التحكيم وبعد ذلك حدث ما حدث في النهروان إلى استشهاد الإمام هسا إذا واحد اثنيا عشرة مية ألف ألف يأدون ما عليهم زين ذولا أمام الله سبحانه وتعالى ذمتهم بريئة عملوا بما أراد الله سبحانه وتعالى منهم هسا إذا ما وصلوا إلى نتيجة هذه مو تكليفهم كان الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول يقول إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في آية أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أنت الرسول عندما تأتي وتبلغ إذا الناس ما قبلوا دعوتك هذا مو معنى أن أنت فاشل لا أنت تكليفك التبليغ وأنت قد أديت هذا التكليف أداء كاملا صحيحا أنت المهمة اللي عليك أدتها هسا النتيجة ما حصلت هذا مو مرتبط بيك فأنت مهمتك مو فاشلة لذا الأنبياء الأئمة كلهم ناجحون مئة بالمئة لأنهم أدوا ما عليهم هسا ما حصلت النتيجة هذا مو سوجهم هذا بسبب سوء اختيار الناس إذن الرسول عليه البلاغ وعلينا الحساب هسا إذا إحنا عملنا بتكليفنا مئة بالمئة إحنا أبرأنا ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة ما يحاسبونه هسا إذا ما حصلت نتيجة لكن لماذا لا تحصل النتيجة لأن الغالب منا مو ملتزمين مئة بالمئة بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه إحنا قد نقول نحن متدينون نصلي نصوم نحج من ارتكب المعاصي هذا أمر جيد وواجب ولازم على كل إنسان لكن هل مقدار سبب لحصول النتيجة كلا الإسلام في نظام اجتماعي إحنا حياتنا الاجتماعية هل هي على الأسلوب الإسلامي أو لا قبل كم يوم كنت أقرر رواية في كتاب أصول الكافي يقول إذا واحد مؤمن اجي طلب منك حاجة وأنت تقدر على قضائها مرة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا في آية أخرى إلا وسعها إلا ما آتاها آية أخرى إلا وسعها مرة تتمكن ولم تقضي حاجته في الرواية يقول صلت الله عليه يعني هذا الشخص اللي كان يتمكن من قضاء حاجة المؤمن ولم يقضيها صلت الله عليه في قبره شجاعا أو شجاعا هذا النوع من أنواع الحية ينهش في إبهامه وهو في قبره إلى يوم القيامة بعض الشارحين لهذا الحديث أثاروا سؤال قضاء حاجة المؤمن واجبة قموا واجبة مرة يموت أنت تقدر تنقذ زين قضاء حاجته بأنه تعطيه ماء مثلا حتى لا يهلك من العطش أو تنقذه من ظالم هذا واجب لكن عامة قضاء حاجة المؤمن هو مو واجب واحد يريد منك فلوس أنت ما تعطي له يريد منك طعام ما تعطي له الترك المستحب هو ما يوجب العقاب المستحب ثواب أما تركه ما فيه عقاب ذاك الواجب اللي تركه فيه عقاب صلاة الصبح إذا واحد صلاها بيها الثواب وإذا تركها عمدا فيها العقاب لكن صلاة الليل إذا واحد صلاها فيها الثواب إذا تركها ما فيها عقاب وإنما فقدان فاضل يعني لو كان يصلي كان يحصل ثواب إذا ما صلاها ما يحصل ثواب لكن لا يعاقب عليه على ترك المستحب ولا يحاسب على ترك المستحب يوم القيامة اللي صلى صلاة الليل يرفعون درجاته اللي ما صلى صلاة الليل ما يحصل على تلك الدرجات الرفيعة بس ما يسألوا ليش ما صليت صلاة الليل هو يتحسر وأنذرهم يوم الحسرة زين فالسؤال أنه هذا اللي ما قضى حاجة مؤمن وقضى الحاجة مستحبة شنو هذا العقاب الله سبحانه وتعالى يسلط عليه شجاعا حية في قبري تنهشه في إبهامي إلى يوم القيامة شنو الجواب طبعا أجوبة متعددة موجودة من الأجوبة أنه لا يخلو غالب الناس من ذنوب ذنوب صغيرة أو كبيرة اللي يخلو من الذنوب هم المعصومون عليهم الصلاة والسلام ومن يتلو تلوهم أما عامة الناس لا يخلون من الذنوب زين كل ذنب في عقاب الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة وقد يغفر وقد تشمل الشفاء على إنسان لكن هذا مو واجب على الله سبحانه وتعالى واحد ارتكب جريمة واجب أن يعفون عنه لا صاحب الحق يمكن أن يعفو ويمكن أن لا يعفو إلى حق فإذا واحد عصى الله سبحانه وتعالى في معصيته يعني بطول حياته ما عاصل الله سبحانه وتعالى في غيبة في تهمة مثلا في الاستماع إلى غناء حرام مثلا ولو مرة واحدة لا يخلو الإنسان عادة من ذلك زين الله واجب يغفر له لا مو واجب يغفر له فهو في قبرة لا يعذب على ترك قضاء حاجة المؤمن لأن المستحب تركه ما بيعقاب لكن الله سبحانه وتعالى يقول أنت ما قضيت حاجة مؤمن الآن عندك حاجة عندي أن أغفر لك ذنبك أنا ما أغفر لك ذنبك فهذا العذاب ليس عذابا على ترك مستحب عذاب على ذنب بس ليش الله ما عف ذلك الذنب يقول أنت مثل ما لم تقضي حاجة مؤمن أنا هم ما أقضي حاجة مؤمن حتى في آية القصاص الله سبحانه وتعالى هناك يقول وأن تعفوا أقرب للتقوة أنت إلك حق في القصاص واحد قتل ابنك قتل أبوك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانة فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا قد نصره الله سبحانه وتعالى لكن وأن تعفوا أقرب للتقوة ليش أقرب للتقوة لأنه الإنسان في الانتقام عادة يتجاوز الحد الناس اللي في الانتقام ما يتجاوزون الحد ذو الأقلية غالبا يتجاوزون الحد فلذا إذا يعفوا أقرب للتقوة زين يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم زين هذا ارتكب جريمة وجريبة عظيمة بالقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لكن أنت ألم تفعل جريمة في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الناس ما تتوقع أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك فاعفو حتى يعفو الله عنك أكو في حديث أنه في يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أراد أن يجري حدا حد الرجم فأعلن أنه خلي يحضرون الناس لإجراء الحد لأن الآية تقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقال أنه الجميع يجون بعد صلاة الصبح حيث ظلام ومتلثمين حتى لا يعرف أحد آخر لما نجتمعوا الناس جايين بالعشرات أو بالمئات حتى يشاركون في إجراء الحد فأمير المؤمنين خاطبهم قال أي واحد منكم في ذمته حد من الله سبحانه وتعالى يعني هو يستحق أن يحد لكن ما منكشف فعل معصية ما حد ما أفدهم عنها أي واحد على ذمته حد لله سبحانه وتعالى فليرجع يقول الكل رجعوا بس ثلاثة نفرات بقو الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين إذن إحنا لازم نحاول أنه أولا عمل لا يكون صحيح كما يريده الله سبحانه وتعالى إذن نشوف إحنا في مشاكل في سوء حكام يظلمون نواصب يقتلون وأدري كذا وكذا 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 من أمور تصير وكلها مشاكل إحنا نؤدي ما علينا حتى يوم القيامة نقول نحن قد أدينا ما علينا بالنسبة إلى أصحاب السبت كانوا تلف ظوائف الطائفة الأولى ذول اللي يوم السبت كانوا يصيدون خلافا لأمر الله سبحانه وتعالى الطائفة الثانية طائفة ما يصيدون بس يقولون إحنا شعلنا الطائفة الثالثة كانوا ينهون عن المنكر فالطائفة الثانية تقول للطائفة الثالثة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا شين الفائدة أنت تنهوهم عن المنكر قالوا معذرة إلى ربك ويمكن يفيد واحد يتوب الشيء الثاني إذا واحدا مات معذرة إلى ربكم أنا أديت ما علي ولذلك لما نزل العذاب بمسخهم الله نجى الذين كانوا ينهون عن المنكر طلعهم من المدينة والباقي يعني الصائدين والساكتين مسخهم قردة ثم بعد ثلاثة أيام أنزل عليهم العذاب فماتوا فأولا أنا أمام الله سبحانه وتعالى أكون قد أديت ما علي أفرق ذمتي حتى لو ما تغير الواقع أنا أديت ما علي الشيء الثاني واحد يصير اثنين اثنين يصير ثلاثة ثلاثة يصير أربعة أربعة يصير خمسة شوية شوية يتغير واحد لازم ليكون يائس لأن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابه مسببات كما أن الشر يبدأ ضعيفا شوية شوية يكبر الخير أيضا يبدأ ضعيفا شوية شوية يكبر فلذلك المحصلة النهائية أن علينا أن يكون أعمالنا حسب ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن نبلغ لها نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر وأن لا نتصور أن مصائبنا هي قدر لا يمكن تغييره نحن عندنا فدباب في العقائد يسموه باب البداء باب البداء مثل النسخ يعني الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا ثم أنت تدعو يغير التقدير بسبب دعائك مثل قوم يونس قوم يونس الله سبحانه وتعالى قدر عليهم الأعذاب لكن لما تضرعوا الله سبحانه وتعالى كشف عنهم العذاب الدعاء الصدقة العمل الصالح فإذا الله مقدر مصائب علينا يمكن أن نلتجئ إلى الله وأول التجاء إليه أن نصحح أعمالنا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يغير القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى نور الهدى بروائع الكلمات